اشتركوا في القناة في السلطنة عمان من خلال السياسات المتبعة وجدت كثير من المحلات الكبيرة منتشرة بكل أرجاء المحافظات وهذه المحلات والهايبر ماركت أيضا ساعدت وتساعد دائما في وجود مثل هذه الاحتياجات الضرورية واللازمة للمستهلك هل لديكم إحصائيات حول عدد المخالفين الذين لم يرتدوا سوار الترقب؟ بالنسبة للأسورات تم أحضار حوالي 20 ألف سوار الآن حسب معلوماتي بالأمس أنه تم استخدام جميع العشرين ألف سوار أغلبها لمتابعة المصابين أو بعضهم المخالطين وأيضا بعض القادمين عن طريق مطار مسقط الدولي من خارج السلطنة يعني في حدود 800 مسافر تم تابعتهم باستخدام السوار الإلكتروني وفعلا يعني ما تحضرنا الأرقام بس فيه أرقام حوالي يعني فيه مخالفات كثيرة يمكن 10% من المخالفات تم مرصدها في المجتمع عن طريق إما أشخاص عندهم نزلين تطبيق ترصد بلس أو بعض المؤسسات خصوصا الهايبر ماركتس اللي عندها جهاز اسم مراصد ويكون الشخص عنده المعصم ف10% تقريبا تم كشف عن طريق المجتمع والبقية تم كشف عن طريق الجهات المختصة في وزارة الصحة بالتعاون مع شرطة عمان السلطانية بالنسبة للمخالفين ترجمة نانسي قنقر